السلام عليكم مشاهدي قناة منارة الصحة وكل عام وأنتم بخير رغم الصيام لساعات طويلة خلال شهر رمضان المعظم إلا أن كثيرين يعانون من زيادة الوزن خلال هذا الشهر الفضيل وترجع زيادة الوزن إلى بعض العادات الغذائية الخاطئة لذلك سنقدم لكم في هذا الفيديو من قناة منارة الصحة وجبة الصحور تساعدك في إنقاص الوزن خلال شهر رمضان إذا وظبنا على تناولها بشكل مستمر وإذا تجنبنا العادات الغذائية السيئة لكن قبل أن نتابع حلقتنا ادعمنا بوضع لايك للفيديو والاشتراك بالقناة مع تفعيل جرس الإشعارات ليصلكم في الجديد مكونات الوجبة موز برتقل الكثير من مكعبات الثلج الطريقة نقوم بضرب المكونات في الخلاط للحصول على الكوكتيل السحري الذي يضمن لك النقاط التالية لو اتخذته كوجبة صحور على مدى أيام الشهر الكريم النشوية المعقدة الموجودة في الموز تحتاج إلى وقت أطول من النشويات البسيطة الموجودة في أكلات أخرى وبالتالي تضمن لك فترة أطول للهضم أي فترة أكبر من الشعور بالشبع يتمتع الموز والبرتقل بنسبة جيدة من السكريات الطبيعية ومضادات الأجسادة مما يمنحك الطاقة طوال اليوم ويبعد عنك الشعور بالتعب الألياف الموجودة في الموز والبرتقل تساعد الجهزة الهضمية على أداء أفضل مما يجنبك الإمساك يحتوي الموز على مادة تريبتوفين والتي تعتبر بمثابة هرمون السعادة مما يحسن حالتك المزاجية خلال يوم الصيوم والنقطة الأهم النمزيج الموز والبرتقل هو من أفضل محطمات الشحوم والتي كشفت عنها الدراسات الحديثة بعكس ما هو شائع عن الموز بالذت وبالتالي سيقوم هذا الخليط بمساعدتك على خسارة الشحوم المتراكمة خصوصا عند منطقة البطن والكرش نتمنى أن نكون قد قدمنا لك وصفة مميزة لوجبة صحور مفيدة نرجو منكم أن تجربوها وتخبرونا بالنتائج من خلال التعليقات مع تمنياتنا لكم دائما بدوام الصحة والعافية وفي الختم ندعوك لمشاركة هذا الفيديو عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي فمعلومة واحدة قد تنقذ إنسانا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته